مشاهدين الكرام في واحدة من الخطوات التي تخطوها وزارة الإعلام نحو تطوير الإعلام الكويتي عقدت لجنة ملتقى الكويت للدراما اجتماعها الأول وذلك لمناقشة أطر وآليات إقامة الملتقى في دورته الأولى وذلك برئاسة الوكيل المساعد بقطاع التخطيط والإعلام والتنمية المعرفية محمد عبد المحسن العواش حيث ناقشت عددا من القضايا المتعلقة بالدراما الكويتية الملتقى الإعلامي للدراما الكويتية في اجتماعه الأول يسعى لمناقشة عدة قضايا على أيدي مختصين لما تحمله للدراما من رسائل توعوية جزء منها يكون للطفل والشباب وجزء منها لتوضيح سياسة الدولة عقدة بوزارة الإعلام اليوم اجتماعات لجنة الملتقى الأول للدراما بدولة الكويت ولا شك أن هذا الملتقى يأتي بتعليمات مباشرة من معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان حمود الصباع وسعادة وكيل وزارة السيد طارق المزرم ولعل من أهداف هذا الملتقى وتلمس أهم العقبات التي تواجه الدراما الكويتية وتضمين تلك الدراما أهم الرسائل الوطنية لعل من أهم ذكاء الروح الوطنية التصدي للعنف والإرهاب إشاعة روح التسامح سياسات الترشيد بالدولة الملتقى صلت الضوء على تنظيم ورش العمل وتحديد انطلاق الدورة وتطوير الكوادر البشرية من فنانين ومخرجين ومصورين لتعزيز مسيرة الدراما الكويتية الدراما الكويتية هي قاسم مشترك في التوجيه والإرشاد ولفت النظر للكثير من السلبيات إيجابا أو سلبا لقضايا المجتمع إذن أصبحت جزء من مكونات هذا المجتمع الثقافية نتوقع إن شاء الله من الملتقى الأول إنه يكون فيه شيء ملموس وواضح وأن كان نسبي وإن شاء الله أعتقد هذه خطوة تشكر عليها وزارة الإعلام لأن هذا أحد أهم أدوار وزارة الإعلام بنفس الوقت نحن نتكلم من الجانب الاقتصادي أعتقد أن الدراما هي أصلا تسمى الصناعة صناعة الدراما فيها صناعة فبالتالي هي ممكن توفر كثير من فرص العمل توفر قطاع كامل يعني ممكن يدخل يدر أرباح كبيرة على الدولة وعلى العاملين والمستثمرين أيضا فأعتقد أننا بحاجة أكثر إلى هذا الملتقى في الوقت الحالي من الأوقات السابقة هذا الملتقى الذي سيستمر بجهود رئيسه ومنظمية لصياقة الدراما الكويتية من جديد يعتبر الأول من نوعه عربيا بسبب تناوله جميع أنواع الدراما التلفزيونية والمسرحية والإذاعية وحتى دراما التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة عبدالله صفار لتلفزيون دولة